بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو بوناس اليوم نريد أن نتحدث عن يعني في العربية يعني مع ولكن بعض الوقت يأتي في يعني بي كيف ذلك؟ نحن نفهم لدينا هذا مثال يوجد في العربية سيكون أنا ألعب بالكرة الأول الثاني يعني ألعب مع الكرة إنه يوجد في العربية ولكن في العربية إذا أرسنا بي يعني أول مصر وإذا أرسنا بمع يعني أشعرنا مع لذلك نحن نفهم أشعرنا مع أصدقائي إذا قلت أن ألعب بي صديقي أستخدم بي كم تقلق بي سيكون أول مصر وإذا قلت أن ألعب مع صديقي وإذا قلت أن ألعب مع صديقي أنا ألعب بالكرة أنا ألعب مع الكرة أنا ألعب بصديقي أنا ألعب مع صديقي أنا ألعب مع صديقي أنا ألعب بالكرة ألعب مع صديقي أول مصر أنا ألعب مع صديقي أنا ألعب مع صديقي أنا ألعب مع صديقي أنا أذهب إلى المدرسة مع صديقي إذا سنتم ستحوله إن أسانت بي أين أذهب إلى المدرسة بي أخي أستخدم أخي فأذهب إلى المدرسة إذا كان لدينا فرعاً ، إن كان معاً سوف يأتي جداً كذلك معاً ويمي وأيضاً كذلك في أيضًا عندما أفعل شيئاً مع شخص آخره فإن نحن ستحوله معاً إن شمع كما أفعل شيئاً أنا أستخدم شيئا، سيكون بي